بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم معنا كوز اليوم كوز رايتنج وبنركز فيه على الرونون الرونون إيرورز والكومس بلايس إيرورز طيب خلينا أذكركم أول شي إيش كتابكم يقول عن هذا الموضوع لأنه مهم جدا إذا ما أنت درسته في الكتاب بشرح لك يا عسري الآن وأنصح كمان العودة للكتاب على هذا الشابتر اللي هو شابتر فور وتتطلع عليه طيب وأيضا شابتر فايف اللي هو بروسس براغراف لأنه هيجينا بعد ما نخلص هذا السؤال في سؤال ثاني عن بروسس براغراف فلازم يكون الجانب النظري عندك واضح جدا الكتاب ليش أنا جبت لكتاب لأنني بدي أتقيد بالكتاب دائما أنا بتقيد بالكتاب لأنني ما بعرف إيش الأسادة عندكم بيعملوا صراحة بيعتمدوا الكتاب بيعتمدوا على مراجع أخرى يعني طلع عندنا كثير أشياء ناس تعتمد على الكتاب ناس بتزود عن الكتاب وهكذا أنا لأني خارج الساحة فما أقدر أتنبأ بالجامعات شو كل واحد من الأسادة ممكن يجع على باله لذلك العمدة عندي هو الكتاب أيضا للطالب يعني الكتاب وضع عشان الطالب يتقيد فيه فإحنا منعتمد دائما للكتاب إذا واحد جاء وقال والله زودنا كذا ممكن نشرحها بعدين الكتاب يش يقول أنه فيه نوعين من الأخطاء يقع فيهم الطلاب اللي هو يعني الرنون والكومن سبلاي سماه الرنون إنك تجيب جملتين مع بعض جملتين مع بعض وتحطهم بدون أي رابط بينهم لا رابط بالكلام ولا إنه مثلا بعلامات الترقيم زي هنا إنت لو تأملت هنا دائما إحنا من البدايات وإحنا نحل كويزة دائما كنا نقول شوف السبجيكت شوف الفيرب هذا أول ما تبدأ سبجيكت فيرب من لايك توشوب كويكلي وبعدين شوف تتمتها وين ينتهي تتمتها يعني تتمتها معناها هذه الجملة فحتلاحظ أنه من لايك توشوب كويكلي الرجال يحبون التسويق بسرعة انتهت بعدين فجأة بتنتقل بتجد أنه فيه شي دخل عنصر جديد ومن لايك كمان حتجد نفس الترتيب سبجيكت بعدين ذب هنا باللغة يقول لك ما يصير كده يعني هذولا صاروا جملتين ومن لايك توتيك دير تام النساء يعني يحب أن يتمهلن أثناء التسويق فهذه فكرة وهذه فكرة هذا سبجيكت ذب هذا سبجيكت ذب حاطهم كده بجنب بعض بدون أي رابط ما يصير هذا اسم رانون يعني إيش الرابط يعني إذا تحط مثلا علامات ترقيم نقطة تفصلهم وتعمل هذا كبتل لتر صارت هذه جملة لما أقرأ بعرف لازم أوقف هنا ثم بعرف أنه بديت جملة جديدة مثلا أو فاصلة بس ما تحط الفاصل لوحدها لأنه إذا حطيت الفاصل لوحدها حتصير زي هذه هذا يسمو كما سبلايس برضو كما سبلايس يعني حطيت فاصلة بدون رابط إيش هو الرابط؟ الرابط أنك تجيب الفان بويز اللي هنا أند الأشهرهم يعني أند وبط و سو مثلا وتدخل واحدة منهم زي هنا مثلا تقول من لايك تو شوب كويكلي أند ومن لايك تو تيك ذر تايم بصير منقول لا ما بصير كمان بدك تختار جيدا بتقول من لايك تو شوب كويكلي بط ومن لايك تو تيك ذر تايم ليش أنا اخترت هنا بط لأنه هذا المعنى يعاكس هذا المعنى فالمناسب تحط بط فأنت كمان الضمير الرابط لما تجيبه يجب أن يكون مناسب للمعنى يعطي المعنى الصحيح مش يعني عشوائيا تختار يلا بحط آن دايما بحط أحيانا تزبط مشهورة لكن أحيانا ما بزبط إلا سو مثلا بتكون هذي هنا مثلا الشطر هذا نتيجة لهذا الشطر الأول فيجب كيف أعرف تشوف العلاقة بالمعنى تدرس هذي جيدا تدرس هذي جيدا ثم تضع تختار الرابط إذن هذه الرنون الرنون ما بيكونش فيه أي شيء نحاط لي سبجيكت فيب سبجيكت فيب مثلا كذا أو أكثر بدون أي علامات ترقيم الآن هو ممكن يعني الرنون هو أسوأ الأخطاء اللي أقل سوء منه هو الكوما سبلايس ليس لأنه على أقل حط لي كوما يعني على أقل فصلي الجملة عن بعضهم هنا ما فصلي هنا فصل الجملة على أقل بفاصلة فصار سهل أنا يعني هنا في الرنون تجد أنه صعب أن يحدده الطالب يعني يحتاج الجهد هنا هو عليه كل ما يشوف فاصلة يقف عندها كل ما تشوف فاصلة يقف عندها ثم استرجع إيش هما قواعد الفواصل اللي تعلمتهم في الشابترات اللي رايحة كانوا هما مركزين على ثلاث أخطاء للفواصل مثلا هذه الخطأ منه هذا اللي ما تجيب هنا يعني تجيب جملتين وما تحط بينهم فاصلة تحط فاصلة بس ينسى إيش ضمير الربط هذا حط الفاصلة ونسي تجيب and for but so إلى آخرين فأنت إذا شفت مثل هذا بس بشرط دائما لما تشوف الفاصلة ترجع إلى ما قبلها وتروح ما بعدها أهم شي تعرف أن هنا في subject verb وهنا في subject verb بالتجاه هذا إذا موجود مناتو تقول إيش داعي هذه الفاصلة ما هو سببها إذا انتبهت إذا كانت هذه مستقلة وهذه مستقلة مناتو لازم هنا تجيب and for but so إلى آخرين شي يعني نستقل لو ما مستقلة كمان شرحت هذا الموضوع إنه هنا هذه اسمها احنا نقول لها جملة صح؟ ليش نقول لها جملة عشان subject verb كنا لا هذا تعريف معاش نستخدم ونصي نسميها close بس تشوف اس أو subject verb يعني close subject verb يعني close نقول هذا الكلام هذا كله كم close فيه بيقول closeين بيقولك ممتاز الآن انتقد للخطوة الثانية هل الكلوزين هذولا مستقلات بالمعنى يعني independent بيقول كيف أعرف بيقول لك دايما افحصهم واحد واحد اشطب هذا اقرأ هذا الرجال يحبون التسوق بسرعة عندك اي مشكلة فهمها لا اذا هذه تامة هذه مستقلة لا نعكس اشطب هذه قول امام ايش انت امام independent closes independent closes اذا كتحب تسمي close جملة ما عندك مشكلة جملتين مستقلتين ما عندك مشكلة بس لازم تعرف انه في عندي العكس في يجي عندي dependent close فليش لازم تنتبه لهذا الموضع انه ممكن هنا الفاصلة تكون صحيحة ما يحتاج احط and of but for so كيف بشرط يكون هذه dependent وهذه independent وكتابك تحدث عن هذا في chapter 5 جابوا لكم ياهم انا من زمان ما اتحدث عنها اللي تابع شرحي ممكن مبدري يعني من هنا او من قبل حتى هذا chapter كنت انا متحدث عنهم بس الكتاب يتكلم عنهم يعني باسهاب او يعني يذكرهم في chapter 5 اللي هو البروسيس فارغراف اذا فننتبه من الفاصلة لازم ارجع اشوف subject verb وبعدها subject verb اقول ايوه هنا فاصلة لوحدها كذا غلط بس لسه في احتمال يجب ان تضمن انه هذه ليست dependent مستقلة يعني ايش يعني يعني هذه معتمدة بالمعنى على هذا اذا صارت هذه و هذه الفاصلة صحيحة فهو لازم يجيب لك دائما ايش ايش الخيارات يا بيجيب independent مع independent هذه مستقلة مع مستقلة او بيجيب غير مستقلة مع مستقلة بس ما عندي غير مستقلة مع غير مستقلة غلط لازم يكون عندي غير مستقلة مع مستقلة بالمعنى زي ايش مثلا when i meet you i will i give you the book الكتاب سمهم subordinate subordinators أو subordinate sentences سمهم time subordinate ارجع لشابتر 5 اقرأهم اه شرحتهم انا بالتفصيل هنا انا بس مشان اشرح لك ايش ال independent و independent هنا تجد شو قال when i meet you عندما اقابلك ماذا سيحصل شفت انا قلت ماذا سيحصل معنات بما انتهى المعنى i will give you the book ساعطيك الكتاب اذا انت امام هنا independent هذه المستقلة وهذه المعتمدة المعتمدة في المعنى على الشطر اللي بعدها فلما يأتيك تركيب مثل هذا هذه كلها بسموها اذا حبيت سبوردينيت سنتنس تسميها الافضل جمل المعقدة جمل المعقدة يعني شطر معتمد بالمعنى على شطر اخر كيف اعرف احنا قلنا احنا قلنا احنا قلنا عندك هنا سبجيكت وهذا و هنا برضو عندك سبجيكت و عندك سبجيكت و محطوط فاصلة و هنا نفس الشي محطوط فاصلة بس هذه الفاصلة الصحيحة هذه الفاصلة خطأ هنا ما تقول لانه هذا مرتبط بالمعنى بهذا ما تقدر بتحذف يعني لو جيت انت احذف هذا شو تقول عندما اقابلك وتسكت كل الناس قل لك مش بصير بس تقابله ما يصير توقف تنهي الكلام اذا هذه معتمدة في المعنى يجب ان تكمل اما اعكس قل مثلا افترض ما في شي هنا تقول سوف اعطيك الكتاب هذه تامة المعنى خلاص ستعطي دي الكتاب ما في مشكلة عندي فيها لكن لما يصير عندي مستقلة وغير مستقلة معتمدة يصير اذا بديت بالمعتمدة احط بعدها فاصلة لكن انا يجوز لاني اعكس الترتيب وهنا تنشال الفاصلة شو تقول I will give you the book ساعطيك الكتاب عندما اوقبك في الحالة لما تجيب هذه المعتمدة تحطها في الآخر يصير ما يحتاج فاصلة هذا مهم جدا انك تنتبه له عشان مش كل فاصلة توقف عندها لازم كمان تسأل نفسك انا بربط جملتين مستقلتين اذا ليش تربط بفاصلة شو الحل هنا ما الحل طريقتين اما تشطب الفاصل وتحط نقطة وترفع هذا كبت اللتر زي ما عملت مع الرانون هنا او تخليها وتجيب اه مثلا اداة ربط مناسبة يعني نشوف كتابك كيف عالجهم انظر هذه طرق المعالجة من من لايك تشوب حط فاصلة بعدين حط بط بط ومن لايك تيك دير تايم تختار جيدا هنا ما كان في عندي هنا ما كان في شي صح لانا فاصلة ولا شي بس حط كويكلي وحط ومن حط الفاصلة وحط بط صار الجملة او وضع نقطة وعمل هذه كبتل لتر هذا حل اخر او جاب ما يسمى sentence connector بس برضو تجيب sentence connector يعني كلمة بحيث تقدر تحط قبلها نقطة وتبدأ فيها لكن كلمة هذه يجب ان يكون اختيارها مو عشوائي يجب ان يكون ايضا مناسب للمعنى هنا اختار بط هنا اختار however هي نفس معنى بط بس كلمة مستقلة تحط بعدها فاصلة الان بندخل على الكوز ونشوف كيف نحدد عمليا يلا ايش بقول عندي بقول في عندك خمسة رانون وخمسة كومن سبلايس انتبه لذلك نبدأ قراءة اكومن نيرولوجيكال النس ايز باركنسن ديزيز ات اكوز ون شوف حط لك نقطة هنا حط لك نقطة يعني نها اساس انه هذي جملة كامل انت بترجع من البداية تمسك اي كومن نيرولوجيكال النس هذا هو كول والصبجكت كيف عرفني ياستاذ انه كل الصبجكت الصبجكت تيجي قبل الفعل هذا الفعل إز اذا كل اللي راح هذا محناش بوارد الحين نقول من الكلمة الرئيسية وكذا يعني الكلمة الرئيسية هي هذه illness illness هذا الصبجكت بس نحن نقول خلاص كل شي قبل هذا هو الصبجك حقك وهذا الفيرب مرض عصبي شائع هو مرض باركنسون is باركنسون disease انتهت الجملة بعدين طلع لك ضمير في الوسط it بعدين طلع لك فعل ضمير بعد فعل معناته هنا أنا عندي كمان برضو subject وعندي verb نقول كيف دخل كذا subject verb في وسط الكلام أجمل هنا بدين جملة جديدة فهذه ايش يسميها الرنون أول شي إذن هذه الرنون هذه أول واحدة طيب هو طالب أنه صححهم كيف تصححهم مع الرنون الرنون قلنا يعني تحط نقطة على بس هذا أسهل أسهل طريق أنك تحط نقطة ثم تعمل هذا فعندي هذا صار أول خطأ عشان نعد نقول رنون هذا الرنون واحد أي شيء الطريقة الثانية أنك تحط فاصلة تحط and بعدين تكتب كذا هذا طريقة ثانية تحط فاصلة كذا وتكتب and and it occurs والت تابع أسهل لك لكن أحيانا يجب أن نتكتب أداة تضع أداة ربط يعني يصير المعنى لازم هنا أحيانا نقطة يعني أسلم شيء إذن هذا أول واحد طلعنا نرجع نعيد عشان نفهم الكلام مرض عصبي شائع هو مرض باركنسون وهو يحدث عندما تموت بعض خلايا الدماغ حطينا نقطة وحملنا هذا كابتال اللي هو الفاعل اللي موجود هنا يلا إذن ننتهي لنجملة هذه جملة الثانية نحن قلنا بس تشوف فاصلة توقف عندها تقول ليش حاط لي الفاصلة هنا طيب خصوصي لما تشوف فاصلة وما بعدها and ولا but ولا for ولا إذن هذه على الارجح شلون تتأكد لأن في عندي أحيانا نجيب فاصل ونحن نعد 1.2.3.3 and كذا كذا فهين تقول هو جالس يعد يقول لك لو جالس يعد كان نحط لك and مثلا أو بس هنا فاصلة هنا كلام هنا كلام عليك تتأكد ترجح هنا تقول فين الصبجيك في الفيرب around هذا الفيرب have هذا كل الفعل هذا الصبجيك وهذا تتم الجملة تقريبا عشر ملايين إنسان في العالم يعانون من هذا المرض have this disease إذن هذه جملة كاملة طيب هنا تروح كمان تقول نشوف صبجيك تقول nearly one habit هذا verb وهنا subject هنا عندك فاصلة قبلها close وقبلها close باقي تعرف الآن هل هي كومبليك سنتنس ولا كومباون سنتنس كومبليك سنتنس يعني فيها dependent و independent نقول شوف independent و independent لازم تبدأ بهنا بشيء زي when because since although اللي وردن في chapter 5 في هذول subordinators إذا ما شفتم هنا في البداية من أجل هذه هذه جملة شو نقول والدليل إذا تحب تتأكد اقرأها ستجدها مفهومة أنا قرأت لك قرابة عشر ملايين إنسان في العالم يعانون بهذا أو لديهم هذا المرض مفهومة صح مش معتمدة في المعنى اللي بعدها فإذن نقول هذه كومة سبلايس كيف تعالج كما قلنا يا أما بتشطب الفاصلة بتحط نقطة وصار يعني فعملتهم جملتين أو إنك تجد رابط بين الجملتين ثم تضع الرابط المناسب خلنشيل هذه الأشياء فإيش الفكرة يعني الفكرة الجملة هذه مع فكرة الجملة هذي هل ينفع عطف يعني تقول قرابة عشر مليون إنسان في العالم يعانون من هذا المرض وهناك واحد وهناك مليون قرابة مليون إنسان في الولايات المتحدة لديهم هذا المرض تعطف فكرة على فكرة ما فيها مشكلة تقدر تحط هنا تقدر تحط بس ضفت وربطت هذول الجملتين صارت حين الجملة يعني مستقلة أو عفوا يعني صحيحة هذ المقصد طيب وين الصبجك وين الفيرب تحط هنا هذا كله فيرب أو التركيب الفعلي أجل هذا كله مين الصبجك طيب صار عندي الصبجك الفيرب أراوند سكستي ثاوزن وترجع تقرأ وتفهم المعنى قرابة ستين ألف أمريكي مشخصون بهذا المرض شفت مشخصون بهذا المرض كل سنة انتهت الجملة صح تشعر انتهت المعلومة لحد هنا بعدين ممكن ما تعرف يقول لك امشي هنا طيب كمان هذا تركيب فعلي هنا مين تابع هذا اجل هذا يبدأ من عند مور فنفس الشي عندك صار صار بعدين بدون اي رابط بدون اي فواصل اذا هذه من هنا ف اما هنا تحط نقطة فترجع تقرج جملك قرابط ستين الف امريكي مشخصون بهذا المرض يشخصون بهذا المرض كل سنة والعديد شوف قلت يعني ممكن تضيف واند هنا العديد منهم يموتون في كل سنة تبغى تفصلهم جملتين هذه يعني طريقة تبغى تعمل فاصلة وضيف اند كمان يصير والعديد منهم يموتون كل سنة يعني اند تحتمل هنا كمان تقدر تدخل هنا طيب اذا هذه الرنون الثانية يلا نشوف نفس الآلية انت هنا لمحت فاصلة صح لما تلمح فاصلة تحط عليها ذائرة كده ثم ترجع تقول ابغاشوف في قبلها سبجك وفيرب يقول لك هذا الفيرب هذا السبجك اذا صار عندك جملة طيب هذه الجملة مكتملة يعني هل هي independent clause نقول ايوه حدوث حدوث او حصول المرض يزداد مع التقدم بالعمر معلومة تامة ما فيها اي مشكلة مواف بدال لياها ب because since when while although هذه الكلمات اللي لازم تحفظهم انت اللي تبدأ فيها ال dependent clause من قول معناته هذه الفاصلة وجودة هنا لوحده غير مبرر وعشان نتأكد شوف هنا كمان هل في عندك subject verb هذا verb وهذا subject اذا هو رابط clause مع clause واثنين ات ومستقلات بالمعنى كيف عرف مستقلات قلنا كيف هنا وترجع تقرأ هذه 4% من الناس من الذين يعانون من هذا المرض يشخصون قبل سن الخمسين ممتاز انت الان صار عندك ايش الالية ممكن تكون كما قال الكتاب انك تحط هذه نقطة خلاص صار فصلتم هذول الجملتين او اذا انت تبغى تكون اكثر دقة تجد رابط الرابط هنا مثلا في المعنى فهنا ايش هتختار هتحط خلي الفاصلة وتحط بط ولكن حصول هذا المرض يزداد مع التقدم بالعمر ولكن 4% من الناس يتم تشخيصهم قبل سن الخمسين صح لانه او اقول لك يعني معظم الحالات بعد بتقدم العمر لكن في حالات كمان حصل نسبة 4% تحدث قبل فلكن هذه يعني صارت مناسب هنا شو طريقة ثانية طريقة ثانية انك تعمل هذه نقطة وتجيب المكافأ الى البط وهو مين هو ذر وتحط نقطة ثم تحط تقول 4% إلى آخر فهذا صارت هذه طريقة ثانية جبت sentence connector هذا اسمو sentence connector طيب إذن هذه رانون طلعناها عفوا مو رانون هذه كما سبلايس نلتق several factors affect the development خنشيل هذا several factors affect the development of this disease certain gene mutations can cause parkerson برضو نفس الموضوع تمسكهم several factors affect هذا الverb طب ولي ما يعرف الverb من غير الverb نقول الله يبغالك تدرس يبغالك تدرس انجليزي من الأول عشان تعرف ايش هو الناون و ايش هو الverb غير كده ما في عندنا اي طريقة نقول لك هذا يقول لك ترغانا verb ما يقول لك ما تدري لازم هنا تكون انت معنات وعندك مشكلة في اللغة تروح تطور لغتك زين لان هذه كلها نصوص لاحظ هذي نصوص علمية اكاديم ما هي بسيطة فاذا ما في حد ادنى من المام باللغة صعب يعني تخذ في هذا الاشياء تحتاج تقوية اذا هذا وهذا الverb اذا طلع عندي close several وهذا ما في عندي when ولا after ولا before ولا since ولا because ولا ولا اذا هذه حتما هي independent close ممتاز several factors affect the development of this disease certain gene mutations can cause هذا كمان verb طلع لي شفت هذا verb نقول وين الصبج تحق وهذا هو certain gene mutations هذا الصبج تحقي حط لك subject verb وحط لك subject verb هنا بدون اي فصل بينات فترجع وين انتهت الجملة هذه الاولى هنا فتحط نطة وترفع هذا مثلا هذا الاسهل بعض بعض تحق التطور هذا بينات بعض جين موتيش تحق باركنسون تقراهم ثم تفهمهم العديد من العوامل تؤثر على تطور هذا المرض هناك طفرات جينية محددة ممكن ان تؤث او تسبب مرض الباركنسون لكن لما تحط نقطة انت يظل الترابط المعنى بس يعني اذا بتدرب نفسك دائما تجد علاقة لكن هذه طريقة سليمة انه نضع نقطة وخلص خلصنا لكن اذا اردت الاحسن انك دائما تجد علاقة بينهم وتصير فيه ضمير يعني تربط بفاصلة مو ضمير انا دائما اقول ضمير اداة ربط غلط اقول ضمير الضمير هو زي ات هي بس انا يعني الاخبط في الكلام فاذن قلنا شو الطريقة انك تحط نقطة وتعمل هذه كبلة اللتر او تحط فاصلة وتشوف المعنى ايش يحتمل ترجع تقرأ العديد من العوامل تؤثر على تطور هذا المرض العديد من العوامل تؤثر على تطور هذا المرض وهناك طفرات جينية ممكن ان تسبب وهناك مثلا تحطيت انت هذه طريقة ممكن تعمل اللي هي sentence تحط نقطة هنا شو تجيب مثلا هو قال العديد من العوامل ممكن ان تؤثر على هذا مثل ايش يقول for example شوف جبنا for example الآن هذه اسمها sentence connector for example certain gene mutations can cause Parkinson's على سبيل المثال بعض mutations يعني طفرات جين طفرات جين يعني جينية طفرات جينية قد تسبب هذا المرض لشي جبت for example لأنه جالس أستدل على الكلام الذي ذهب قال لي العديد من العوامل ممكن أن تؤثر مثل ايش قال لك مثلا for example certain gene mutations can cause Parkinson's هنا كمان يقول لك exposure to certain حيكمل ممكن يقول لك also exposure to certain toxins may increase the risk of Parkinson's مثلا تجالس يعدد ايش العوامل لأنه قال لأيش العوامل فعندك طرق يعني معينة للمعالجة هذه هذا الخطأ المهم أنه هنا عندنا run on وقلني هما بتحط نقطة أو الأفضل تحط فاصلة وتحط أداة ربط زي and هنا مثلا تحتمل and أو أنك تحط نقطة وتجيب كلمة ربط زي ما حطينا هنا for example إذن هذه run on طلعت معنا الآن يقول exposure to certain toxins may increase the risk of Parkinson's the risk is relatively small أيضا تجي هنا تجد الverb هذا هو كله may increase وهذا هو subject التعرض لمواد سامة معينة قد يزيد من خطورة الإصابة بمرض Parkinson هذا الجمل لحد هنا جايب لك فاصلة طيب نحن قلنا بس نشوف فاصلة يعني نوقف عندها أسهل على فكرة عليك تشوف هنا في subject verb هنا تروح تقول هذا كمان verb وهذا subject بأن هذول رابط لي جملتين بس بفاصلة ما يصلح فلازم أنا أزود يعني أعملها نقطة أو أجيب ولازم يعني الأفضل نحن ما أدري شو عندكم يعني ممكن الدكتور يشتغل لك لا تحط لي كل شي نقاط أو تخليق لترابط في الجمل مع أنه صحيح بس هو يبغي يشوف يعني زي ما قلت لك أسهل شي النقطة بس هي أضعف شي الأحسن تجد يعني لأن أنت تصحح باراغراف فلازم تحافظ على ما يسمى الترابط فالترابط لازم تجد أو توجد بأدوات الربط فهنا إيش هتختار هتقلي الفاصلة وتقول هتجد أنه هذا معاكس لهذا فهنا هتقول بط كيف عرفنا اقرأ الآن وشوف التعرض لبعض المواد السامة قد يؤدي أو يزيد من احتمالية الإصابة بالمرض لكن الفرصة صغيرة بط the risk is relatively small صح هو قال يزيد هنا يقل منعطي هذا عكس هذا فصارت بط هي المناسبة طيب ممكن تحط نقطة وتحط however however the risk is relatively small إذا تبغى بس خلها كده نجي للي بعدها this disease affects both men and women in equal numbers it is believed to involve both genetic and environmental factors نفس الآلية نتبه هنقول فين أول فعل يمشي أو يجي معي affect this disease affects هذا وهذا subject هذا المرض يؤثر على من both من and women على النساء والرجال معا in equal numbers بأرقام متساوية يعني ما في هذا أزود من عال بعدين يطلع لك it ضمير ويطلع لك كمان verb إن صار عندك هنا subject وverb وما في شي قبلهم هنا وتقرى هنا تجد هذه كمان مستقلة تشوف it is believed to involve both genetic يعني environmental factors يعتقد أن هذا المرض يعني يشترك فيه عوامل بيئية وراثية genetic وراثي ففكرتين فكرتين مستقلتين ما حط لي شي هنا فهذه الـ run-on هنا الـ run-on فإحنا إيش نقول ممكن تحط نقطة وتعمل هذا capital letter صارت كذا it is believed أو تجد رابط منطقي بين هاتهم وتحط هنا إصلاح إيش هنا and ترجع تقرأ عشان تتأكد أنه and مناسبة شو تقول هذا المرض يؤثر على الرجال والنساء بأعداد متساوية and it is believed ويعتقد أنه يعني يتوقف على عوامل أو يعتقد هناك عوامل بيئية وراثية تسهم فيه and هنا صارت مناسبة أو تحط نقطة زي ما أقول إذن هذه رانون طيب نتابع there is no cure for Parkinson's disease there are treatments that can improve the symptoms شوف شوف تفاصلة هنا نفس الآلية ترجع هن تقول فين الفعل وين الفاعل هذا فعل هن تقول هذا الفعل there لا بس تشوف there there ما تكون فاعل الفاعل يصير مقلوب الفاعل يصير بعد الفعل يصير هذا الفعل هذا الفعل there is no cure هذا الفعل هذا الفاعل بس عندي subject وverb وجملة لا يوجد علاج لمرض Parkinson's فاصلة هن there are برضو كمان there هذا من subject حقه هذا ولاحظ بما أنه هنا جمع الـ subject فصار لازم R بما أنه هنا الـ subject singular فصار لازم is هذه قاعدة there بالsubject verb agreement المهم هذه جملتين مرتبطتين وفاصلة بس فاصلة كمان سبلايس فممكن أخليها وحط and وارجع أقرأ ولك لا يوجد علاج لهذا المرض وهناك علاجات قد تحسن من الأعراض فتحس أنه and هنا مش مزبوطة يعني واش تقول لي ما في علاج بس وهناك علاجات عرفت هذا غلط فتنتبه لهذا فتقول هنا تقول but لأنه أول شي قال لك لا يوجد ولكن توجد بعض العلاجات التي ممكن تحسن من الأعراض تخفف يعني تخفف من الأعراض إذن فصار هنا but هو المناسب أو تحط نقطة وتقول however اللي بتعطي بنفس معنى but وبعدها فاصلة ننتقل إلى هذه الجملة شفتو أحياناً لما ما يكون في عندك فواصل النقط كيف ما تعرف فوين الجملة بدت فوين انتهت طيب نرجع نيجي نحال هنا treatment include هذا نقول subject include verb العلاجة تتضمن physiotherapy هذا تتميت الجملة صارت متامة الجملة العلاجة تتضمن physiotherapy عندك and إذن هو جالس يعطف أقول هل بعدها subject verb جا عندي medication اسم surgery اسم أجل هو جالس يعطف هذا الاسم على هذا الاسم فنقول احنا الجملة هي تنتهي هنا treatments include physiotherapy and medication يعني العلاجات تتضمن العلاج الطبيعي والأدوية صرف الأدوية للمريض تهينا بعدين إذن هذه نقول النقطة هنا بعدين شنقول surgery is an option for some people في بعض الحالات تحتاجون جراحة فأنا بحط هنا نقطة ولو أبغى أصير عندي ربط أقوم أقول إيش الأفضل أقول however surgery is an option إذا إذا بستخدم حواب بصير أحسن أو ممكن أحط نقطة وحط كبيتر لاتر هنا لكن أنا زي ما أقول لكم هذا لازم تكلمون الأساتذة هل دائما تصحيح يبقون نقط بعد الدكاترة أرجع أكرر الكلام عشان الترابط لازم تجيب الرابط تكون أحسن طيب هل أقدر أعملها أحط فاصلة ثم أجيب مثلا ربط أقول treatments include physiotherapy and medication but surgery is an option for some يصير تحط فاصلة بعدين تحط بط أو تحط نقطة وتصير however مثلا تصير however surgery is an option for some people هذا أحد الخيارات أتصور أنه يعني ممكن يكون أفضل كذا نسوي ترابط نحن ترابط يعني نخلق ترابط بين هذه الجملة وهذه الجملة سيصير المعنى الكامل مرة ثانية العلاجات تتضمن العلاج الطبيعي وصرف الأدوية ولكن الجراحة تبقى الجراحة أحد الخيارات بالنسبة بعض الناس هكذا يكون المعنى طيب فك نتبه على هذا جميل اللي جاء مننا هذه الجملة عشان تفتح لنا من ساحة للنقاش هنا عندك هتجد أنه عندك فاصلتين إذن أنت عندك فاصلتين هنا طيب تنتبه لها هذه الحالة لما يكون عندك أكثر من فاصلة فقد ما يكون كلهم خطأ واحدة تكون منهم خطأ كيف تعرف إحنا إذا قلنا لما نشوف فاصلة نقول إحتمالية كومة سبلايس إيش بدك تعمل تروح ترجع لهن بداية نشوف فيه فتيجي هنا حتشوف once the disease progresses هنا وجدت فعلا عندك the disease و progresses هذا verb وهذا subject لكن بادي ب once once يعني أداة ربط بين شطرين للجملة بتكون هذه الجملة complex وإذا بديت ب يصير لازم الشطر حقه فاصلة فهذه الفاصلة صحيحة once يعني بمجرد أن يتقدم المرض أيوه إيش بصير إذن هنا ما انتهت بناته هي معتمدة اللي بعدها brain cells continue to be lost هذا subject الثاني وهذا الverb اللي يكمل للمعنى أجل هنا الفاصلة هذه هي الغلط مو هذه صحيحة هذا اللي كنت تكلم عنه اللي هو ايش شطر معتمد على شطر المعتمد إذا بديت فيه لازموا فاصلة فالفاصلة هذه صحيحة ولو قلب لك الترتيب قل لك brain cells continue to be lost once the disease progresses معاد في فاصلة هنا مشاها أو ممكن هو يعملها كده ويحط فاصلة كمان يخدعك تقول هنا الفاصلة مو لازمة خطأ هذا بكون comma error اسمه ما له علاقة بالsplice و تكون comma error المهم هذه الفاصلة ما فيها شي منقول الفاصلة الثانية هنا كمان عشان تتأكد تقول طيب خلنا نشوف الفاصلة هذه في بعدها subject verb نقول لك ايوة available indications هذا verb حقك وهذا subject فترجع انت تقول طيب هنا عندك subject verb و subject وهذا verb و subject verb نقول هذا subject و verb خلاص حليهم هذه جملة هي لازم هنا يصير نقطة مو يصير يعني احد الخيارات انه هذه هنا في هذا المكان مش هنا فالخيار الاول تعمل هذا نقطة و كبير ثلاثة أو اذا انت حاب تعمل ترابط جيد شو تقول once the disease progresses brain cells continue to be lost and تحط and available medications become less effective أو اذا الافضل هنا كمان اذا تبغى الافضل لانه عند احيان ترى تمشي يعني تمشي المعنى so هذه اول so اجت يعني شنون بس لازم تكون دقيق انت تفهم متى اذا بررت صحيح ما عندك مشكلة والمدرس يعني بكون حط السينيوار و هات انه هنا في خيار لو حط and بقبل ولو حط لسو بقبل والسو هي الاسل هنا بتكون شلون شوف بمجرد ان يتقدم المرض يزداد يعني تستمر تستمر خلايا دماغ بالموت لذلك شوفت لذلك هذا صار سبب لهذا لذلك العلاجات المتوفرة تقل فعاليتها فهنا صار هذا هذا هو نتيجة لهذا بما انه بما يعني هكذا سوف تفهم بما انه ماتت الخلايا الدماغ فالعلاجات فه شوف هذا السبب لذلك العلاجات تصبح اقل فعالية فسو مناسبة وممكن تحط and برضو هذي وسائل المعالجة وانا جيد انه جاب لنا هذا مثال في يعني complex sentence في subordinator عشان ننتبه لموضوع الفاصلة تبعه وانت عجب ان تحتاط لذلك لذلك يعني المقدمة اللي عملناها في بداية الكوز كانت جيدة ذكرناكم بموضوع الcomplex sentence والindependent والdependent ولكن يلزمك تراجحهم جيدا في chapter 5 الآن ننتقل إلى الجزء كمان هذا جزء مهم ويقول لك write a process paragraph هذا كتابة write a process paragraph اكتب process paragraph describing the actions baramedics should take when responding to a roadside accident تصف فيها الأعمال التي يجب أن يقوم بها baramedics هما المسعفون عندما يستجيبون لحادث أو حوادث الطرق لما يطلعون على حوادث الطرق المسعفين ايش لازم يعملون فهذه عملية انت بتوصف عملية طبعا الجيد انه جايب لك المخطط المخطط العملية اللي يعني فجايب لك نقطة أولى نقطة ثانية يعني main point main point two main point three four main points وكل وحدها جايب لها supporting details انت عليك تربط بينهم بيطلع معك الموضوع هنا vocabulary notes بشرح لك ايش يعني برامدك برامدك هو شخص مدرب على تقديم الاسعافات الاولي للناس المصابين و typically يعني عادة يكون ذلك خارج حدود المستشفى يعني يطلع برا على الطريق وشوف هذا المسعف في عندك CPR هنا CPR مرت اختصار شو بقولك CPR هذا اختصار ل Cardiopalmonary Resuscitation الانعاش القلبي الرؤوي يعني يسميحنا التنفس الاصطناعي بيشرح لك اياها خلاص انا شرحت لك الانعاش القلبي الرؤوي اللي هو التنفس الاصطناعي الان في مجموعة من الطلبات لازم انتتراعيها مسموح لك تكتب 175 كلمة او على الاقل 175 يعني يعني اكثر من كذا مش حاط اا او لا امحدد انا قالك انت 15 sentences يعني لازم يطلع معك 15 جملة بس ما يكونوا اقل من 175 كلمة هذا هذا المطلوب يعني ما ميقول ناقص ميقول يعني 175 الى 200 مثلا تفصل 225 المهم هو يبغى 15 جملة لكن مو جملة والله اربع كلمات كده بالنهاية لازم تعطيل 175 كلمة يبغى الاكتوبic sentence خلاص انت صورت تعرف الستراكتشر تبع البراغراف عندك topic sentence supporting sentences وعندك concluding sentence شو قول conclude sentence process paragraph هذا مهم جدا يعني اذا انت لسه ما درست البراغراف النظري ورجعت لكتابك ارجع لشرحي وشوف لهذه النقاط كيف تكون topic sentence و supporting sentences ايش مواصفاتهم والاهم من ذلك concluding sentence لازم اذا ما انت عارف النظري ما راح اتوظف يعني لا تقيس على اللي راح لانه هنا في شوية مواصفات مختلفة يعني على السري بقول لك مثلا concluding sentence الاحتمالين بالبراغراف اما بتقول اخر شي لانه انت بتعطي بروسس عملية صح خطوات انت بتقول خطوات اما تقول اذا اتبعت هذه الخطوات فانك سوف كذا وكذا كذا حسب topic تبعك فانك سوف تحافظ على اذا اتبعت هذا الخطوات فانك سوف تتعلم كيف تحافظ على بطارية اللابتوب بعد ما كنت قيل لك ايش الخطوات افصل هذا لا تشحن مية بالمية لا تعمل تا الى الاخرين فهذه الية انك تقول اذا عملت هذه الخطوات فسيحصل معك كذا او تكون هي اخر خطوة بالعملية تبعتك فتقول اخيرا يعني اخر خطوة اخيرا اخر خطوة مثلا مثال اللي جبته حق اللابتوب البطارية تقول اخيرا دائما افصل السلك او افصله من الكهرباء لما تروح لما توقف عن الشغل وقفل الشاشة او قفل اللابتوب فتكون هذه اخر خطوة ما هنا ما اديت شيء مثلا لو قلت له اذا عملت هذه الخطوات وكذا وكذا الشاهد انه طبعا هذا كتابكم هو يقول هذا الكلام انا ما ادري ممكن الاستاذ زود لك شيء يكلم شيء بعض الطلاب ما ينتبهون عن المدرس لأسباب بيا انه ما ينتبه لانه ما يبغي ينتبه مجغول بشيء ثاني او بعضهم اذا كان المدرس يتكلم كله بالانجليزي صراحة ما يفهم عليه اشي يقول فتعتمد على الكتاب لانه اذا اعتمد على الكتاب بالنهاية يعني نقول حتى لو زود الاستاذ هيكون زود شيء عن الكتاب بس انت على الاقل جايب لي بالكتاب على الاقل انت ما راحت العلامة مرة صح يعني الاقل انت لما تجيب اللي بالكتاب ها انت جبت اللي بالكتاب فاذا بس الاستاذ اعتمد عليه الحمد الله انت مية بالمية هنا لو كان مزود عليه شيء اوكي هاي الزيادة شو اللي راح منك بتروح بقدرها مثلا بس انت اما انت لا جبت اللي في الكتاب ولا اللي جبت اللي بكلم عنه المدرس فرحت العلامة كاملة وبرضو التوبك سنتنس انها مواصفات في البروسيس يعني من اول ما تبدأ التوبك سنتنس بتعلم القارئ انك انه انت راح تعلم بروسيس معين فتذكر فيها كلمات مثل ستيبس اكشنز انستركشنز اي كلمة توحي للقارئ انه على وشك يبدأ يقرأ يعني خطوات معينة او توجيهات معينة للقيام بشيء ما بعدين بي وال اورجانيز وال اورجانيز وال اورجانيز يعني حسب الشكل المفترض لل لل بروسيس باراقراف شو يعني يعني بدك عنوان تحطوا هنا والعنوان الكلمات تكون كبتل لتر الا الكلمات اللي مش مهمة زي اه وذا وماي مثلا الا اذا بديت فيهم في بداية الكلام اذا بديت في بداية الكلام خلاص كل شي في بداية الكلام بغض النظر عن الكلمة مهمة وليس مهمة لاز تكون كبتل لتحط في وسط ثم لنت تيجي تبدأ تسوي تترك مسافة هنا وتبدأ الكلام من هنا ثم لنت يجي السطر الثاني تبدأ من هنا المسافة تكون هنا بس سطر الثاني ما في مسافة من اول السطر وتمشي وهكذا هذا الشكل العام يعني حق ال برا غراف تبعك هنا ما ادري كم سطر حط رقم كويس هنا ممكن يكون عندك اسطر كثيرة معناته حتترك سطر حتكتب وتخلص بعدين تترك سطر تيجي تترك اسطر بيناته عشان ما سير كلام ملزق في بعضه هو اعطاك مساحة لو ما في مساحة هيقول لك ما في داعي تترك سطر لانه انت عارف هم معلميك من الاول ترى مش قيل لك كل هذا الكلام استاذ مين نعرف لانه من علمك هو من شابتر ون نكلمك عن هذا الموضوع انه دبل سبيس دبل سبيس يعني تترك سطر بينهم عرفت فهذه الفنيات تنتبه لها وايضا في فنيات داخلية هيكلمك عنها يعني مثلا بقولك ابغاك تجيب لي الترابط اللي بتعمل الترابط المنطقي أو سموه اللوجيكال ديفيجين سف ايديا شابتر فور انه فاست سكن نكست ثير فاينالي the first step the second step وهكذا تعمل تقسيم منطقي للبارغراف مش يعني ترمي الجمل وبس بدون ترابط بيناتهم الكوهير سواليونيتي فهو يبغى منك على الاقل خمسة time order سيجنلز خمسة خمسة time order سيجنلز لانه هو اساسا هنا جايب لك اربع نقاط فهذولا اربع نقاط مين بوينت لازم يكون first second third fourth او تقول second step next after that بعد ذلك هذول كله تحدثنا عنه طيب هذولا اربع منين الخامسة الخامسة انك تقول لما تيجي الكونكلوجين مثلا تقول in conclusion to sum up مثلا والكونكلوجين ممكن نفسها تعملها النقطة الاخيرة فتقول finally هذه finally ما تيجي conclusion الا في البروسيس بارغراف اذا كانت هي الان هو اذا كانت نقطتك الاخيرة هي conclusion فيصلح تستخدم لها final ليش اقول لك لازم تكون ملم بالنظري عشان تعرف كيف تكتب فالان انت جبت ل five time order signals وبرضو بال chapter five في جايبي لك رح اروح انا وريك عشان تنتبه وين الموضوع هذا هذا بارغراف شايف انت تيجي هذا الorganization هو يتكلم عنه التبك sentence supporting sentence concluding sentence ترجع لهم انا شارح هم كلهم هنا عندك time order اللي قل لك ابغاء خمسة هذا حاط لك first then يعني first معنا second third fourth fifth قد ما تبغى عد ما عندك مشكلة تبغى تنوع first then next بعد عندك finally after that meanwhile حسب كل واحدة لها استخدام في عندك طرق ثانية تقول the first step طبعا هنا كلهم بعدهم كما إلا then now هنا ما في عندهم كله شارحه أنا إذا رجعت للنظري كله تلم فيه هنا لما تصدر المين point بمثلا عبارة the first step is كذا وكذا هنا ما عادي يلزم لك فواصل لأنك هنا تبدأ بجملة إلى آخري هذه أمثل على time order signals ثم عندك اللي هو اشترط عليك تجيب هذا شوف هذه closes and complex sentences اللي أنا شرحت لك في بداية الدرس الآن تفهم يعني ليش أنا بديت في هذا الكلام عشان أذكرك من موضوع closes وهنا شارح لك independent to close و independent to close عشان يعني ما تفكر أن أجيب شي من عندي وهذه complex sentence معطيك أمثل عليها وشرحت لك قبل شوي ثم هنا هو مطالبك قل لك ارجع لي جيب لي sub coordinators الجمل اللي من هذا النوع complex sentence اللي بتبدأ زي كده بشطرين شطر معتمد على الثاني ولكن كل جمل يعني sub coordinators أنواع في شي متعلق بالزمن زي after as as soon as before هذا هذي أمثل عليهم وانت الآن مروا عليك مروا عليك بشابتر 2 grammar وشابتر 3 وشابتر 4 فصار المألوفات لك حقات win وbefore until while صار المألوفات لك كلهم رجع لك يوم هنا الآن هذي reason subordinators هو الحين هذا مألوف لك هذا ممكن قد يكون مش مألوف لك بس جايب لك ثلاث أمثلة على since because as مرة استخدمتها تدل على الزمن ومرة استخدمتها بمعنى because كله شرحته أنا ترجع له فهو قال لك أبغى من هذه التشكيلة تجيب لي على خمس جمل تدخلهم في الprocess paragraph من هذا النوع ليش لازم تكون مهم بالنظرة عشان تعرف كيف توظفهم ثم تكتب يعني طيب كيف يعني مثل هنا مثلا انت الحين أول شي طبعا أنا ما رح سوي هذا يعني أكتبه أنا رح أعطيك إرشادات سريعة دايما نقرأ السؤال ومن السؤال صيغ topic sentence عرفت هو الآن معلمك أنه هذه هي process paragraph مريحة يعني قيل لك process paragraph فأنت على افتراض أنك مولين بالنظرية عارف إيش مواصفات topic sentence فلازم تستحضرها ولكن لما تصيغ كمان تشوف إيش المطلوب وهو إيش المطلوب تقرأ جيدا يقول لك صف الأفعال الأعمال التي يقوم بها إذن هذه الأعمال هي هذه 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 الأشياء التي يعملها المسعفون عندما يستجبون لroadside accident ما بدك تطلع عن هالموضوع roadside accident ومو تروح تقول عندما يستجبون لحريق مثلا فأهمت فأنت الكلام هذا تقرأ زي فالتوبك sentence زي ما قلنا مثلا يجب أن تشير للقارئ أنه أنت رح تقدمه خطوات أو يعني هتكلم عن process معينة وال process متعلقة بشيء معين إيش هو الشيء المعين إيش هو يعني إيش التصرفات التصرفات اللي تحدث أو الأعمال التي تقوم بها البراميديكس لما يستجبون لroad accident فإيش الموضوع التوبك الroad accident هذا التوبك الroad accident إيش التصرف الأعمال التي يعملها البراميديكس فأنت شو تقول when هذا مثال ما أدري هذا مكون واجب عليكم ولا شيء ما أحد يعني يكتب كله إذا كلكم كذبتم ترسبون نفس الطريقة لكن أنا أعطي مثال when responding to a roadside accident تجيب نفس الكلام أنت اللي ما أعطيك إياه when responding to a roadside accidents paramedics 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 need to commit or need to follow need to follow the following ما بديش the following نزل الإجابة سعطيك إياه need to perform the following actions بطيف عليه إياه once on the scene شوف هذه جملة يعني معقدة بمجرد وصولهم لمكان الحادث ليش لأنه هو كله بدأ نقول لك عندما يصلون إلى الحادث فأنا قبل ذلك ما أبغى أنا العملية لتسبق ذلك ما أبغى أعرف إيش بيعمل اركب بالسيارة بسرعة جيب معداتك شغل اللاسلكي عشان نسمع امشي بسرعة متوسطة في الطريق شغل الشي اسمه هذا حق الإسعاف عشان بلزم المسار السريع مثلا هذا كله ما أبغى أنا أبغى لما توصل إلى موقع الحادث سموه scene إيش بتعمل فهنا topic sentence حطت كل هذه المحددات القارئ الآن راح يركز عقله أنه راح أنا أشوف ماذا سيعمل البراماديكس عندما يصلون لحادث طرق عندما يستجبون إلى حادث الطرق وتحديدا لما يكونوا وصلوا لهنا من وحظة وصولهم ماذا سيفعلون فتبدأ دقول first هذا هم first when arriving at the accident site اللي هو scene يعني بدلناها شايف scene هو accident site first when arriving at the accident site فاصلة شايف أو when you arrive إذا بدك أنت تعمل من الآن تستغلها هذه هو قال لك لأنه five ما أقل لك five subordinators فتقول مثلا when when you arrive بالprocess paragraph مسموح لك تستخدم you لأنه process أنت بتخاطب واحد إذا والله بعض ال وصلني بعض الأساذ يقول لك لا ما يصلح هذا مخالفة للمنهج وللعقل كمان لأنه أنا بعطيك إرشادات فلازم أخاطبك بالبراغ الثانية صح ما يصير يعني ما بتصير أكاديمي هو صير بس مش أكاديمي أسلوب أكاديمي بس ما في مجال أنا جالس أكلمك وقول لك إيش تسوي طيب إذا هو مصر نقول لك خلاص أعطيك بما نقول they لأن نقول paramedics هنا فتقول when they صير تتكلم عنهم they they مسموح when they arrive at the accident site هذه صار عندك إيش هذه كوملك sentence اللي يبغاه بس شون تكاتب هنا first إذن حطيت له time signal وحطيت له هذه السب ورديني اللي يبغاه when they arrive at the accident site عندما يصلون إلى موقع الحادث إيش بيسو when they arrive at the accident site إيش سو they park أو إذا حاب تكرر when they بس خلاص بقول paramedics when they they park they park at a safe place هذه هذه طريقة طيب في طريقة ثانية أنت قاعد تعطي توجيهات صح فأنت إش تسوي تعكس لأنه مسموع لك تستخدم صياغ الأمر شو بتقول first أنت جالس تعلم للبرمدك افرض أنت المدرب حقه فأنت جالس تقول له إيش بتسوي ففي طريقتين للمعالج هنا إما أنت بتستخدم لهجة الخطاب بتوجه له فبتعطي أفعال أمر شو بتقول له park at a safe فهنا بتعتبر نفسك زي المرشد لهم أنت جالس تنبههم أنه مسعفين أنت المدير حقهم اعمل كذا لما توصل مثلا فتقول park park at a safe ليش كذا أنا at a safe place تمام when you arrive فهنا رجعنا لموضوع when you بس في الحال أنت جالس إيش تستخدم أفعال أمر والبروسيس وارجع على أمثلة في كتابك تجد كلها كذا في أفعال أمر وذاكرة هذا أنه تستخدم هنا امبراتف فعال الأمر أولا وقف في مكان آمن لما توصل إلى موقع الحادث ما تروح تدخل في سيارتك في نص المكان لا بعد 20 30 ممكن تشوف إذا أنت يعني عندك اطلاع أو تخيل أو أسعفك يعني التفكير تقول park at a safe place when you arrive at the accident site at least 30 meters away at least شو استاذ اشتغلت مع مشتثين أيوة meters away على الأقل 30 متر بعيد عن المكان مثلا هذه زيادة ما تبغاها تبغى أنت ما عند نوك تستاذ خلاص تستخدم الكلام اللي جاب لك إياه أولا صف سيارتك park at a safe place when you arrive at the accident site هذه طريقة هنا جالس أنت تخاطب ويجوز هذا في البروست البروست أو تتكلم عن إيش لازم يعملوا فأنت شو تقول they park لأن أنت تقول إيش بيسوون هما جالس تشرح إيش بيسوون فهنا جالس تقول ولكن أنا أفضل هذا لهجة الأمر لأن هي المقصود أن كيف تعطي إرشادات كيف تعطي توجيهات للعملية تقدر تقول when أو شو تقول they park at a safe place when they arrive at the accident site هنا جاء ستتكلم عنهم بصيغة الغائب لكن أنا أحب هذا أن إيش تتكلم صيغة مخاطب تقول له اعمل كذا إذا وصلت أولا صف سيارتك بعيد عن موقع الحادث لما توصل بعدين شو تقول هو جايب لك هذه النقطة الأولى first بعدين و أنا جايب لك two details قيل لك park at a safe place when you arrive at the accident and ممكن تقول لا هذا ما أبغى أعطفها and ensure everyone's safety first park at a safe place when you arrive at the accident site then ensure then شوف then ما نحط بعدها فاصلة فكرة then ensure then inspect inspect طبعا هذا يبغى لك شوي تخيال inspect the area quickly the area or scan the area كمان scan the area quickly and ensure every body is safe مثل when you arrive at the accident site وإستخدام جميعاً أن يكون محاولاً سويت لك أجملة واحدة جميعاً جميعاً يكون محاولاً محاولاً يكون محاولاً يعني في موقع الحادث مثلاً يعني مثلاً ممكن تساعد المكان و تقول يعني شايف شلون تطلع يعني كثير كلا و تساعد المكان و تقول بس أنا موش أنا مسعف ما لي علاقة بقول لك صح كلامك شفت لهون ما لي علاقة هذا شغل الشرطة خلاص انت بترجع بت بتستخدم اللي قلت لك و تساعد نفس الكلام محاولاً و تساعد و تساعد و تساعد مثلاً هذي نقطة طلعت معك فرست هذي معك فرست فرست طلعت الحين second assist the situation قيم شايف assist the situation assist the situation assist the situation نقطة لحالة هذي ما عندك فيها اي مشكلة assist the situation هنا تبغى ممكن تعملهم جملة واحدة إذا حاب مثلاً نسوي subordinating يعني لأنه نظل هذا على بالنا فممكن تقول assist the situation نقطة 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 حتبدو بعدين حتبدو بعدين look for casualties first more attention to those unresponsive do not move do not move patients assist the situation نقطة بعدين حتقول look for casualties look for casualties and pay and pay more attention and pay more attention to those unresponsive شوف in case او تقول if you هذي جبنا له if جبنا له اف اللي هي نفس اللي قالنا قالنا ايش الريزن قال جب time subordinator او reason subordinator او if you find any اذا لقيت احد غير responsive if you find any هذي مثلاً and look and شوف قلنا هنا اغلب and pay more attention to those unresponsive unresponsive حطيت نقطة حطيت نقطة شوف الان شو بده اقولي do not or if you اذا حاب تعمل جملة جديدة اقولي and pay more attention to those unresponsive if you لأنه نتكلم له if you do not move انا بحاول لي ما اطلع عن الكلام تبعه اسخروا do not move patients since you might hurt their spine مثلاً انا بحاول اجيب لك الكلام اللي هو زي since because as هذول الكلمات شايف احاول اسخر لك ياهم لا تحرك المرضى لأنك بذلك قد تؤذي عموده الفقري spine مثلاً اذا شفت انا جالس بس اعطيك امثلة شلون انت توضن في كثير يعني كل ما فكرنا الحين عشان ما نطول الفيديو بيطلع معنا زيادة شلون تسخر هذا الجمل بس انت جالس تتكلم وقلنا هنا second assist the signal فجبت له time signal وهنا كمان نرجع جبت له في هنا since جبت له subordinate subordinate اللي هي تبعا reason وهكذا طول ما انت ماشي تعمل هالالية بس انت كيف تعمل انظر الى النقاط ثم اعمل علاقة منطقية بيناتهم يصلح حدا يكون قبل شيء شيء معتمد على شيء شيء نتيجة لشيء سبب لشيء وهكذا عرفت فتصل صاغ مع كل جمل وتمشي على هالحالة اه لما اتوصل هنا اخر شيء شو قال لك move seriously injured to hospital secure neck and spine use color شاف هذي اللي اه تكلمت عنها انه حط له الحماية اللي حول الرقبة ثم انقل المرضى على استخدام النقالة وخذ ابدأ بمين باللي مصاب أكثر من غيره فهذه كانت الخطوة الرابعة بعدين آخر شيء مثلا زبطتها آخر شيء هتقول إن كونكلوجين إذا كانوا يتبعون إذا نقول إن كونكلوجين إن كونكلوجين إذا رجعنا جبنا شو جبنا لهم إذا هذي كمان تصلح تكون سبوردينت إذا نقول إذا نقول ذوز ستيبس شو بصير ذير جوب والبي دن لا شو دنقول دنقول إذا تبعوا هذا إيب بارمديكس فولو ذوز ستيبش إيس بصير إحنا جاسي نتكلم عنه شايف تذكر شو كان يقولون دائما فكر بالتوبكس لما توصل الكونكلوجين عشان ما تطلع عن الموضوع شو كان التوبكس إن الخطوات اللي يقومون بها عند الاستجابة إن كونكلوجين بتقول غيرت لك أنا جبت هذه هي الخطوات التي يجب على كل مسعف أن يقوم بها عندما يأتي إلى موقع حادث طرق لاحظ كمان استفيد من الكلام اللي هنا حط لك عشان تغير بالمفردات يعني إنت هنا قلنا برامدك 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 إنت هنا شو تقول شوف هنا شرح لك البرامدك فإنت بتقول those are the steps that every emergency أجيب الكلام اللي جاي every emergency medical stuff medical stuff must do when attending شايف أنا جبت التعريف حقه مين جبت stuff stuff يعني عامل عامل في الطوارئ الطبية هي نفس المسعف عشان أيش لأنه هذه الأشياء يعني تعني الكثير للمصحة أنه أنت مو كل برامدك 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 لا قمت أنت غيرت مثلا جبت مرادف لها فاستفيد من هذه لما يقول لك vocabulary لا تمر عليه مر عبر افهم أنه ممكن تستخدم هذه الأشياء عشان تغير بالمفردات طيب يعني هذا تمرين جيد أنك يعني للطلاب جيد أنه جيب لهم كذا وصير عليك أنت بس تربط بينهم غير لما أكتب أكتب من سكراتش يعني أكتب من كل ش أنت بدك تألف السيناريو وتألف الكلام وووووو يكون أصعب العملية طيب كذا انتهينا إن شاء الله نكون أفدناكم أيضا في هذا الكوز تمنى لكم التوفيق على أمل اللقاء في إن شاء الله قريبا بكوز ثاني إلى ذلك الوقت أستودعكم الله وتمنى لكم التوفيق السلام عليكم